المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها توتر عسكري في شرق أوكرانيا هل هو ضغط على روسيا للتنازل في ملفات أخرى أم هو اختبار للعلاقة بين موسكو وترامب ترامب يحذر إيران من اللاعب بالنار وتهران ترد بمنع رياضيين أمريكيين من دخول البلاد فما هي الخيارات الأمريكية روسيا تعمل على جمع الأطراف السياسية في ليبيا فهل تنجح حيث أخفق الآخرون تسلسل الأحداث الميدانية والعسكرية في أوكرانيا لا يفسر تدهور الأوضاع الأمنية وعودة المعارك والقصف في دانسك وفيديفكا ما يطرح علامات استفهام حول أهداف هذا التصعيد العسكري فهل هو ضغط أمريكي على روسيا في عقر دارها من أجل التنازل في ملفات ومناطق أخرى أم هي خطة أوروبية لإيقاع بين الإدارة الأمريكية وروسيا قبل أي اتفاق بين الرئيسين بوتين وترامب حسب المتوقع كما يبدو لافتا تصاعد التصريحات بين واشنطن وإيران لا سيما مع تحذيرات ترامب لطهران ورد وزير الخارجية الإيراني مضافا إليه إعلان طهران رفض دخول رياضيين أمريكيين إلى أراضيها كما نبحث في مسائية الليلة الإعلان الروسي عن العمل على جمع الأطراف السياسيين في ليبيا وتجاوز الخلافات من أجل التوصل إلى حل سياسي فهل تفلح موسكو في مسعاها وتنجح حيث فشل الآخرون وهل يقبل الغربيون بهذا التمدد الروسي نتوقف أولا مع موجزا للأخبار أهلا بكم أعلنت مصادر أمنية فرنسية بأن وزارة الداخلية المصرية تلقت تأكيدا من السفارة المصرية في باريس بأن المشتبه به في هجوم متحف اللوفر بباريس كان مصريا وكان يحمل سلاحا أبيض من جهته الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند قال أن أطلاق النار على المهاجم منع عملا إرهابيا وفي تصريح له خلال القمة الأوروبية بمالطا أداف أولاند أن تهديد الإرهابي في فرنسا مازال مستمرا لافتا إلى أن بلاده ستستخدم الأسليب كافة لمحاربته أفعدت مراسلة الميادين في سوريا بأن أكثر من 12 قتيلا سقطوا بأول غارة لتحالف الأمريكي استهدفت مقرا لهيئة تحرير الشام قرب السرمين بريف إدلب الشرقي غارات التحالف الأمريكي كانت استهدفت قبل ذلك أربعة جسور في ريف الرقة ما أدى إلى تدميرها أفق مراسلة الميادين فقد أدت الغارات إلى تدمير الجسرين القديم والجديد والعبارة والكالطة في ريف الرقة وأدى تدمير الجسر القديم إلى قطع المياه بالكامل عن مدينة الرقة وريفها أعلن الحجد الشعبي في العراق إنجاز المرحلة الثانية من عمليات تأمين طرق الإمداد جنوب غرب صحراء نينوة جاء ذلك بعد نجاح الحجد في تحرير عدد من القرى ضمن صحراء نينوة وأكد الحجد تقطيع أوصال طرق الإمداد لداعش بين صحراء نينوة مكحول لحواجة تمهيدا لعمليات تحرير لحواجة كما استعاد المنشأة النفطية بالكامل في جزيرة صلاح الدين أعلن مصدر قريب من التحقيق في هجوم متحف اللوفر ببارينس أن الرجل الذي حاول دخول المتحف وهو يمسك سلاحا أبيض هو مصري وصل إلى فرنسا في نهاية الشهر الماضي الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند قال أن أطلق النار على المهاجم منع عملا إرهابيا وفي تصريح له خلال القمة الأوروبية بمالت أضاف أولوند أن تهديد الإرهابي في فرنسا ما زال مستمرا أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة عسكرية استمرت خمسة أيام في محيط قطاع غزة موقع يدعوت أحرنوت كشف أن المناورة شملت تدريب على مواجهة كوماندوس من حركة حماس وعلى كيفية مواجهة سيناريو إطلاق قذائف الصاروخية بشكل كثيف على المستوطنات المحاذية للقطاع وأضاف أن عناصر من سلاح الجو والسلاح البحرية وقوات الأمن الداخلي شاركت في المناورة وقع كل من رئيس الحكومة الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره اللي بفايز السراج أتفاقا ثنائيا ينص على أن إيطاليا ستوفر التدريب والتمويل للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة لمساعدتها في مكافحة تهريب البشر وفي إطار جهود أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي لتصدي للهجرة من إفريقيا وشدد جنتيلوني على أن روما والاتحاد الأوروبي سيقدمان التمويل لمخيمات ليبية لإبقاء اللاجئين والمهاجرين فيها إلا أن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أشارت إلى أن ذلك قد يبقي المهاجرين في ظروف غير إنسانية ويعرضهم للمزيد من المخاطر ختام الموجز عودة لمتابعة المساية مع الزميل كمال خلف إليك كمال علاء ملاح شكرا جزيلا لك أعلن الجيش الأوكراني مقتل عشرة من جلوده وإصابة 66 آخرين في منطقة فيديافكا في دومباس وأشار الجيش الأوكراني إلى استمرار تدهور الوضع في فيديافكا منذ نهاية الشهر الماضي وفي دانيتسك أعلنت قوات الدفاع الشعبي أن عشرين مدنيا قتلوا بقصف الجيش الأوكراني واصيب أكثر من 60 منذ خمسة أيام في أراضي دانيتسك التي تعرضت لسقوط أكثر من 3000 قذيفة هذا تقرير ليهبة الله بطار في أيام شتاء أوكرانيا القارسة يغادر سكان دانيتسك منازلهم بقاؤهم فيها يعرض حياتهم للخطر فالقوات الأوكرانية تمطر مناطقهم بالقذائف أكثر من 3000 قذيفة وصاروخ أطلقت القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة مستهدفة 28 مدينة وبلدة في دانيتسك وملحقة أضرار بأكثر من 40 منزلا ومنشأة والمعطيات بحسب قوات الدفاع الشعبية في دانيتسك أما عدد الضحايا فتجاوز العشرين قتيلا والستين جريحا منذ 29 من كانون الثاني يناير الماضي عند خط التماس في أفدييفكا تحتدم المعارك المنطقة باتت بلا كهرباء ولا ماء في ظل ارتفاع وطيرة الاشتباكات وإعلان حالة الطوارئ فيما يتبادل طرف القتال الاتهامات بمحاولات اختراق الخطوط الدفاعية أرقام متفاوتة بالنسبة إلى الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية ففيما تتحدث قوات الدفاع الشعبية عن أكثر من 200 قتيل و450 جريحا أعلن نائب رئيس غرفة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 60 ما يدور في أوكرانيا يوثير قلق الجارة روسيا موسكو اتهمت القوات الأوكرانية بانتهاك اتفاقية جونيف بقصف المناطق المدنية واستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاق منسك للسلام المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا رأت أنه لا مبرر لما وصفتها بها مجية كييف وقصف مناطق تعيش فيها نساء وأطفال خلال الليل كما عبرت عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع المتعلق بسلامة الصحفيين في منطقة دونباس الذي يعد على حد تعبيرها انتهاكا صارخا لقواعد ومعايير القانون الدولي الإنساني للحديث حول هذا الموضوع معنا هنا في الستوديو سيد العلوم السياسية في جامعة بورسعيد دكتور جمال زهران أسعاد الله مساك أحنا أسعاد وأيضا معي من لندن الخبير في الشؤون الروسية الأوروبية السيد مارتين ماكلين أيضا أرحب بسيد ماكلين وأبدأ معك دكتور جمال زهران من التصعيد الحاصل في أوكرانيا هل تعتقد بأن هناك من دفع الأحداث في أوكرانيا إلى التصعيد استغلالها سياسيا أو لأسباب سياسية؟ أنا أعتقد أنه موضوع أوكرانيا كان جزء من محاولة التأكد الأوروبي الأمريكي من أنه روسيا أصبحت دولة منافسة في نظام دولي جديد فبعد الموقف الروسي الواضح في إدارة الأزمة السورية من البداية والتدخل المباشر في سوريا بما أدى إلى تأكيد الوجود الروسي في النظام الدولي وحالة دون أن تتمكن أمريكا من سوريا كما حدث في ليبيا عن طريق الناتو ومن ثم كانت المحطة الأوكرانية محطة اختبار لموازين القوى الدولية التي تأكد من خلالها أن روسيا أصبحت فاعل دولي وقود بدولي وأنه انتهى عهد الانفراد الأمريكي بالساحة ولذلك كانت روسيا حاسمة في إدارة الأزمة الأوكرانية بإجراء الاستفتاء وضم الأوكرانيا وإلى تطورات المشهد وبالتالي أصبحت محل نزاع دولي بتذكرنا من محطات الدولية في بداية الستينات خليج الخنازير وكوبا وكس ربما لكن نحن يبدو بأننا بمرحلة مختلفة عن كل المراحل السابقة وإن كان هناك أمثلة تتشابه كما ذكرت سمح لي أخذ رأي الأستاذ مارتن ماكلين في موضوعة فقط الصعيد الحاصل حاليا سيد ماكلين هل يحق لنا أو هو سؤال مشروع أن نسأل من الذي دفع الأحداث في أوكرانيا إلى العودة إلى الساحة الدولية من جديد بالطبع هذا سؤال مشروع ولكن من الصعب جدا أن نحدد من يقف خلف هذا التصعيد فقد بدأ التصعيد مباشرة بعد تولي الرئيس ترامب منصبه بصورة رسمية ويقول بعض المراقبين أن ذلك يرتبط بروسيا التي أخذت هذه المبادرة سعى منها لكي تقدم مزيدا من الأرض في منطقة شرق أوكرانيا وتكون في وضعية التفاوضية أقوى من الماضي إلى جانب ذلك لابد أن نعود إلى دور المقاتلين بحد ذاتهم وقد وجدوا أنفسهم أمام فرصة جديدة اليوم فيما أمريكا والرئيس الجديد يبدو أنه مقرب أكثر من رئيس الفائت من روسيا وبالتالي أراد أن يستغل هؤلاء هذه الإدارة الأمريكية التي لازالت قايدة تشكيل ولم تتشكل كل المناصب بعض وبالتالي لن يكون هناك مواقف حاسمة معدة مسبقا حيال ما قد يحدث لذلك خلال هذه الأشهر القليلة الأولى من هذه السنة ستكون هناك فرص سانحة أمام المقاتلين أقله في الشرق أوكرانيا لقدم مزيد من الأراضي لكن بالطبع يجب أن نعود إلى مسار النورماندي الذي يتعلق من روسيا وألمانيا وفرنسا ويبدو أنه يتلاشى وغير قادر على حل الأزمة الأوكرانية والألمان لسيما أنجلا ميركل يبدو أنه غير قادرة اليوم على تعاطي بشكل كبير مع ما يحصل في روسيا ورئيس الوزراء الألمانية الجديدة سيد مكلن إذا سمعتني سوف نتحدث عن الخيارات الأوروبية وخاصة نقطة سوف نطرحها هنا تتعلق بالعلاقة الجديدة بين الأوروبيين وبين الإدارة الأمريكية إذا لا تبدو الأمور جيدة بالمطلق دكتور جمال زهران واضح أن مع وصول أوكرانيا إلى مجلس الأمن كرئيسة لمجلس الأمن حاليا الرئيس الدوري لمجلس الأمن بدأ التصعيد في أوكرانيا هل تعتقد بأن حكومة كييف أرادت أن تستثمر وضعها الدولي أو وجودها في رئاس مجلس الأمن لإعادة إثارة القضية الأوكرانية وطبعا بالتأكيد هي تحاول تستثمر بس السؤال من وراءها من القوى الكبرى يعني من الواضح أنه الملف زي ما سألت حضرتك من البداية أنه ملف تفاوضي يتأكد من خلاله من الذي يؤثر في سير أحداث النظام الدولي في قيادة النظام الدولي روسيا مصرة على خلفية الملف السوري أولا ثم الملف الأوكراني لو كان نقطة اختبار الموازين القوى أن الآن أن ترسل رسالة إلى أوروبا وأمريكا أن روسيا فاعل أساسي وحاسم في النظام الدولي تستغل الفرصة روسيا لكي يتأكد سيطرتها على أوكرانيا من جانب وبالتالي لابد من أوروبا وأمريكا أن ترحل من أوكرانيا في نفس الوقت أوكرانيا بتحاول تستفيد من هذا الوضع في مجلس الأمن ولكن تحت غطاء دولي النقطة الثالثة أنه لو لاحظنا تطورات الأحداث المنطقة أقليمياً ووجود قيادة جديدة في أمريكا ده من الواضح أنه هذه فترة هنسميها فترة انتقالية في الإدارة الأمريكية تاخد مئة يوم زي ما احنا مستقرين في أدبيات هذا النظام بل مئة يوم الانتقالية دي روسيا إذا لم تستطع أن تحرز نقاط قوة في مواجهة ترامب وخصوصاً ترامب مسلم المسألة في النظام الدولي يعني أنا فرد منك دكتور جمال روسيا هي التي أعادت الأمور إلى الوضع لأن دي فرصة لاقتناص مساحة أكبر في النظام الدولي وده دليل مثلاً أعديك دليل آخر أنه روسيا بدأت تهتم بالأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر يبقى عندي تلات محطات تلات محطات روسيا بتؤكد فيهم وجودهم سوريا، أوكرانيا، ليبيا في المقابل فيه زي ما حضرتك أشرت دمنياً في سؤال حضرتك اللي هي أنه هناك أزمة صامتة بين أوروبا وأمريكا وترامب الجديد هذا سنتحدث عنه، لكن اسمح لي أن أختم موضوع أوكرانيا في هذا الجزء من هذا الملف مع سيد مارتن ماكلن إذا ما أردنا أن نسأل سيد ماكلن حول خيارات إدارة ترامب حيال ما يجري حالياً في أوكرانيا هذا أول اختبار على ما يبدو في العلاقة الجديدة بين موسكو والإدارة الأمريكية الجديدة كيف يمكن أن نتصور أو هل يمكن أن نضع تصوراً لتعاطي الإدارة الجديدة مع هذه الأزمة؟ لا شك في أن الإدارة الأمريكية منقسمة بالنسبة إلى هذه المسألة وبالطبع المرحلة الانتقالية كما ذكرتم تطول لمئة عام وأفترض أن التخبط سيمتد لأكثر من مئة يوم بالتالي نشهد على انتقادات من مسؤولين الأمريكيين في المعالم المتحدة وحتى من وزير الخارجية الأمريكي تجاه روسيا في حين أن آخرين يسعون إلى تلطيف الأجواء مع روسيا لكن يجب أن ننتظر لنرى فالإدارة الحالية مؤلفة من بعض أصحاب الرأي المتناقضة بعض الشيحية لروسيا وهذا قد يقسم الرأي العام وقد تتبدل الأصوات وبالتالي لن تكون السياسة واضحة من المشهد الأول لكن بشكل أساسي ترامب قد يرهب بأن تكون روسيا حليفاً الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حربها ضد الإرهاب وفي إطار سعيها لاحتواء نفوذ إيران والصين هذان هما الهدفان الأساسيان في مرماها وبالطبع يعتبر أن إيران يجب أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية لسيطرة على الوضع في سوريا وبالطبع روسيا ستتوقع أن تحفظ على قوادها سيد مارتن أرجو أن تبقى معي دكتور جمال في هذا الملف أيضاً قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في جزيرة مالطا بحثت العلاقة مع الولايات المتحدة بعد وصول الرئيس ترامب الدول الرئيسة دعت لاتباع استراتيجية تمهد لاستقلال تام عن الشريك الأطلسي الأوروبيون الذين انقسموا في ملف التعاطي مع واشنطن اتفقوا على جملة إجراءات لمنع وصول اللاجئين إلى بلدانهم مفد الميادين إلى مالطا موسى عاصي في هذا التقرير أوروبا متوترة ومترددة في مواجهة التحديات التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيانات الرسمية تتعاطى بحذر شديد خوفاً من استفزاز ساكن البيت الأبيض الجديد قادة الدول الشرقية واضحون بمواقفهم التي تتقاطع مع مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة ويحاولون تجاوز الاتحاد الأوروبي بالنسج علاقات ثنائية مع الشرك الأطلسي أما الدول الغربية تحديداً فرنسا وألمانيا فتبحث عن استراتيجيات لاستقلال كامل للاتحاد الأوروبي مصير أوروبا بين يدي أوروبا كلما كنا واضحين بشأن كيفية تحديد دورنا في العالم تحسنت الطريقة التي نرعى بها علاقاتنا عبر الأطلسي الرئيس الفرنسي الذي سيخرج قريباً من الإليزي بات الآن الأكثر صراحة في مواقف خالية من الحسابات السياسية من يعلم ماذا يريد الرئيس الأمريكي خصوصاً في ملف الناتو علينا أن نفكر بضمان أمننا بأنفسنا من خلال الناتو وبحماية مصالحنا الاقتصادية المهددة وعلى الدول الأوروبية أن تعلم أن مستقبلها يبقى مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من تخيل علاقات ثنائية لا أعرف كيف ستكون مع الولايات المتحدة يجب أن تكون هناك رؤية موحدة وإلا فلن تكون هناك أوروبا ولا مستقبل لأي من دولها مجموعة قرارات اتخذتها قمة ملطة بمنع وصول اللاجئين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي من بينها إقامة مخيمة للاجئين في الأراضي الليبية وهو قرار مخالف للقوانين الدولية الأوروبيون يعتقدون أن قطع الطريق على طالبي اللجوء سيعيد الاستقرار السياسي إلى القارة العجوز ضغط اللجوء على أوروبا أدى إلى موجة امتعاض وتحول نحو القومية وتطرف ترجمت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع تزايد المخاوف من تحول نحو اليمين المتطرف في هولندا وفرنسا وألمانيا قادة أوروبا يعتقدون أن السعادة الاستقرار السياسي تكمن في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف اللجوء ضف طال أطلس متفقتان على رؤية واحدة في ملف اللاجئين الإجراءات الأوروبية الجديدة مع ليبيا توازيها نوايا ترامب مع المكسيك أما المواجهة بينهما فتحكمها مصالح كل طرف انتقد الأوروبيون قرار دونالد ترامب منع مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه اتخذوا الإجراءات كافة بما فيها المناهضة لحقوق الإنسان لمنع وصول اللاجئين إلى أراضيهم بصاعس مالطا الميادين سيد مارتن ماكلن هذه الانتقادات الأوروبية لترامب وسياساته الجديدة خلال هذه الفترة القصيرة من تسلمه الإدارة سيد مارتن ماكلن هل يمكن أن نعتبر هذه التصريحات بداية افتراق بين الأوروبيين وبين الولايات المتحدة الأمريكية في السياسات الخارجية هل فعلا نحن أمام بداية افتراق بين الجانبين في الواقع رئيسة الوزراء البريطانية سيدة مي تسأل أن تكون جسر وصل بين الاتحاد الأوروبي ودونالد ترامب فهي القائدة الأوروبية الوحيدة التي التقته وقال لا لا دعا لجسر وصل فيمكننا التفاوض مباشرة مع ترامب وأكدت خلال محادثاتها مع ترامب أنه ما من إمكانية لأوروبا أن تدفع أي مساهمات إضافية في إطار حف شمال الأطلسي وأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تدفع حصة هواي 75% في حين أنه طالب بأن تدفع أوروبا حصتها لكي تحطى بالدفاع المطلوب بالطبع جرى التركيز على فرنسا وألمانيا على الدول الأكثر نفوذا والجميع يعرف بالطبع أن هذه الدول يمكنها أن تدافع ربما عن حدودها لكنها لن تكون قادرة على دفاع عن حدود قارة بأكملها بالتالي يبدو أن موضوع الشمال الأطلسي هو الموضوع الأساسي اليوم وهو عازم على أن تدفع أوروبا مساهمتها الكامل قد قال ذلك واضحا وإلا حسب ما قال سيقول أنه سيتخلى عن الحلف يعني ذلك أن الدول الأوروبية ستبقى بلا دفاعا بصورة مباختة وهي لن ترضى بذلك فإذا ما استثنينا القوات الأمريكية من قوات حدود شمال الأطلسي لا شك في أن هذه القوات ستكون أكثر ضعفا بكثير والقوات الروسية ستكون القوات المهمة في أوروبا وبالطبع من جهتها روسيا تريد من دون ترامب أن يعترف بأن جزارة القرم هي جزء من روسيا وأنها لها مصالح قومية في لغانسك ودونتسك وملدوفا وجورجيا والمحيط أو المساحة بحر البلطيق وبالتالي تريد روسيا أن يبتعد حرف شمال الأطلسي عن حدودها وعدم نشر منظومة دفاع صاروخية نحن نتحدث عن احتمالات متعددة ربما تبدأ من الأطلسي ولكن نحن نتحدث عن مرحلة جديدة إذا ما كان فعلا هناك هذا الافتراق أو هنا بداية افتراق تغير جديد في العالم وفي الخارطة القوى الدولية دكتور جمال زهران أولي أن أخذ رأيك هل يمكن للأوروبيين أن يخرجوا من إطار الانتقاد فقط للإدارة الأمريكية إلى مرحلة السياسات المستقلة ممكن نتخيل أوروبا بعيدة عن الولايات المتحدة أنا لا أعتقد في صواب هذا الاحتمال لأنه تاريخيا بريطانيا زي ما تفضل وقال بريطانيا سلمت سيطرتها على النظام الدولي من أيام الحرب العالمية الثانية إلى أمريكا وبالتالي غرب الأطلسي هو الذي يقود الغرب الآن منذ 1945 وحتى الآن وبالتالي دور الأوروبي في إطار حلف الناتو أنه يقوم بدور ملء الفراغات في المنطقة أو مناطق المصالح وخصوصا المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لازم نبقى عارفين أنه مثلا آخر حدث أو اثنين أو ثلاثة من يملأ الفراغ في ليبيا مثلا من الأطلاق الأوروبا من يملأ الفراغ في الحوار الفلسطيني في إطار إصراء العرب السويوني مع إسرائيل فرنسا من يملأ فراغ مجلس التعاون الخليجي تتحدث عن فراغ استراتيجي أو الفراغ بين الانتقالي فراغ الوقتي انتقالي يعني لازم في الفترات الانتقالية من إدارة أمريكية لإدارة أخرى في فترة ركود تمتد بتاع تقريبا ستة شهور هذه الأشهر الستة عادة يتكرر إما كل أربع سنوات أو كل ثمان سنوات لابد أن نعرف أن مطلوب من أوروبا أن تملأ هذا الفراغ كون أن أوروبا تختلف يذكرنا بذلك مثلا لو نتذكر عشان وإحنا بنتنبأ بالمستقبل أن الخلاف الأمريكي الأوروبي الحاد اللي دفع تمنه رئيسه زراء أسبانيا وفرنسا وألمانيا على هذه الخلفية عندما قامت أمريكا بغزو العراق 2003 لو إحنا نتذكر هذا الحدث أن أوروبا كانت مختلفة هل استمر خلافها؟ هذا كان خلاف انتقالي فلازم أركز على نقطة مهمة خلاصة حديثي أن هذه الخلافات خلافات طارقة مرتبطة ببعض السياسات ترامب قيادة جديدة لأمريكا صدامي له أجندة جاي بيها عنده عينه على الداخل أكتر يعني ربما يكون الديمقراطيين هم اللي بيحاولوا دايما في تاريخهم ينسحبوا من نظام الدولي لكن ترامب عنده اهتمام بالداخل وعنده كمان انسحاب نتيجة كمان أن نظام الدولي تغير طيب دكتور جمال دكتور جمال الآن المواقف الراهنة الحالية ونحن نتحدث الخارجية الإيرانية أصدرت العديد من المواقف المباشرة والردود على الإدارة الأمريكية سنعرض هذا التقرير المقابلة بالمثل حول موضوع المقابلة بالمثل اسمح لي عرض هذا التقرير لزميلي محمد محسن حول العلاقة الإيرانية الأمريكية الراهنة التوتر الحاصل بعده مباشرة نناقش مواقف الطرفين أهلا بكم بلغة لا تخلو من الاستعلاء غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إيران تلعب بالنار وهي لا تقدر كم كان الرئيس أوباما لطيفا معهم ليس أنا هذه التغريدة كانت قد سبقتها تغريدة أخرى يقول ترامب فيها إن إيران كانت تلفظ أنفافها الأخيرة وتستعد للانهيار قبل أن تمد لها الولايات المتحدة حبل النجاة عبر إعادة 150 مليار دولار عقب الاتفاق النووي الإيراني على حد تعبيره التغريدة الثالثة لترامب توحي أنه تدرج بلغة التهديد ضد إيران إذ بدأها قائلا هنا إيران باتت رسميا تحت المجهر بعد تجربتها الصاروخية الباليستية وقال متهكما يجب أن نكون ممتنين للاتفاق السيء الذي عقدته الولايات المتحدة معهم خطاب الخارجية الإيرانية الأخير على تويتر جاء بلغة هادئة تزامنا مع منع رياضيين أمريكيين كان مقررا أن يشاركوا في دورة دولية للمصارعة في تهران هنا وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ضريف يغرد لن نستخدم أسلحتنا في وجه أحد إلا دفاعا عن النفس وفي الخطاب نفسه يقول ضريف إن إيران لا تهزها التهديدات في الوقت الذي تحمي به شعبها لن نشن حربا يقول ضريف ولكن يمكننا الاعتماد فقط على قدراتنا ليس ضريف وحده من رد على ترامب صحف ومجلات أمريكية بارزة نشرت مقالات تنتقد نبرة ترامب تجاه طهران هنا في الفورين بوليسي يقول ديريك شولت أحد مسؤولي وزارة الدفاع في عهد أوباما يقول إن ترامب سيندم على الخط الأحمر الذي وضعه لإيران في هذا المقال لتوماس أردر برينك في نيويورك تايمز يبرز التشكيك في أن المسؤولين الإيرانيين سيتخلون عن توازنهم أما هنا في مقال ديفيد أغناتيوس في الواشنطن بوست فيمكن استخلاص التالي بحسب المقال ترامب قرر بدء المواجهة مع إيران من دون تخطيط استراتيجي وعلى نحو عشوائي مواجهة إيران تنطوي على مخاطر كبيرة إيران خصم صلب ومحاولات احتوائها تحتاج إلى الكثير من الدقة والتنفيذ سيد مارتين ماكلن هذا التصعيد الحاصل حاليا من الولايات المتحدة والردود الإيرانية التعامل بالمثل وأيضا التصريحات على التهديدات بتقديرك إلى أي حد سوف تذهب هذه التهديدات بين الطرفين وما هي الأثمان التي سوف تدفع سواء كان على مستوى المنطقة أو مستوى العلاقة والاتفاق الدووي الذي حصل ما هي الأثمان التي سوف يدفعها الطرفين وتدفعها المنطقة جراء سياسة تصعيد هذه لقد أوضح ترامب بشكل كبير أنه يعتبر الإيرانيين أنهم دفعوا الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع على هذا الاتفاق السيء وبالطبع لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنكس بوعودها بشكل أحادي ولابد أن تعود للكونغرس لذلك قرر أن يفرض الضغوط على إيران وأن يطلق تحضيرات حيالها كي لا تتساهل مع الولايات المتحدة الأمريكية وقد باتت دولة قوية في حين أن أوباما كان ينظر إليه كرئيس ضعيف غير قادر على التحرك يكتفي بالحديث والكلام ويبتعد عن الأفعال فيريد أن يبث صورة مغايرة وفادها أنه رئيس مختلف أقواله أحعال بالتالي يجب أن ننتظر لنرى وليس ترامب بالدبلوماسي المحنك لذلك يطلق كل هذه الزقزقات عبر تويتر ويستخدم هذه اللغة العشوائية يرغب بالطبع كما ذكرت سابقا بأن تساعده روسيا بأن تساعد روسيا ذا الولايات المتحدة الأمريكية في سعيها لاحتواء إيران وروسيا بالطبع لها بعض الاختلافات مع طهران هو يسعى إلى استخلالها لكن يجب أن نرى كيف ستطور الأمور ونحن بالطبع أمام موقف صعب ومعقد فمن الممكن أن يفعل أي طرف فعلة ما حادثة ما أو أن يتخذ إجراء ما انطلاقا من سوء حكم معين فيؤدي ذلك إلى تصعيد الأمور ونصل إلى وضع يشابه ما حصل في حرب إيران العراق أو حرب الخليج الأولى وعندما قام الأمريكيون بإسقاط طائرة إيرانية من باب الخطأ أمر كهذا مشانه أن يسيئ إلى حد كبير للعلاقات الدولية بالتالي نأمل أن تسود الأصوات الهادئة لكننا بالطبع نعيش في عهد شديد على مستوى العلاقات الدولية واللغة التي كانت بمعظمها مهذبة ومعتدلة باتت مباشرة وحد السكين وبالتالي ترامب كان واضحا تماما قائلا أن إيران هي من الدول التي سيركز عليها ويريد أن ينزلها ولو درك ولو عتبة واحدة يعني المشكلة سيد مارتن نظام الصاروخي في إيران يعني سيد مارتن مكلا بين الولايات المتحدة وإيران ليس فقط البرنامج النووي أو التفاوضات النووية سينعكس ذلك في ملفات ربما من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين إلى السعودي إلى الخليج يعني التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لن يقتصر على موضوع إلغاء اتفاق نووي يعني المنطقة كلها سوف تحتز ولا نعرف إذا كانت إدارة ترامب قد تكون جاهزة لذلك هذا صحيح فالبعض في الواقع ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط كمنطقة يجب أن تترك لقوى المنطقة ولكن بالطبع لا يريدون لإيران أن تكون صاحبة النفوذ الأكبر فذلك مشانه أن يتعرض والمصالح الأمريكية لا مشكلة لديه بأن يقف عند الحدود متفرجة حيال ماحدث في سوريا لكن بالطبع لا يريدوا لإيران أن توسع نطاق نفوذها في المنطقة لأنه يفضل أن يرى توازن نفوذ مختلف أن يرى ربما توازن بين إيران ودول الخليج أقل له بين إيران وسعودية وهذا بالطبع من الصعب جدا تحقيقه فالولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة ترامب لن تكون مستعدة برأيي لتدخل مباشرة في الشرق الأوسط إلا ربما بمشاركة دول أخرى في إيران أو بمساعدة روسيا في حال انقلبت الأمور فسيسعده لو كانت روسيا رأس الحربة فهي أساسا موجودة في سوريا سيد مارتن ماكلن أريد أن أخذ رأيي ضيفي بالعديد من النقاط التي طرحتها وأولها دكتور جمال زهران سيد مارتن ماكلن يقول بأن ترامب ليس لديه خبرة سياسية هو يطلق تغريدات على تويتر مواقف حدة ولكن في الواقع هناك سياسات في نهاية المطاف لكن بالمقابل دكتور جمال دين سروس الدبلوماسي الأمريكي المعروف كتب للصدفة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى كتب نصيحة لدونالد ترامب قال له عندما تسلم أفاز بالرئاسة قال له إذا أردت أن تضرب أو تخرب أو تلغي الاتفاق النووي الإيراني عليك أن تركز على قضايا هامشية أو على قضايا جانبية وأولها أن تركز على منظومة الصواريخ الإيرانية وتتخذها بوابة للضغط على إيران وصولا لإنهاء الاتفاق النووي ولا تركز على الاتفاق النووي لأنه مرتبط بأطراف دولية وباتفاق دولي يعني هل ما يجري هو السياسة ستستمر وهي استراتيجية أم هي تصريحات رئيس جاء للتو إلى البيت الأبيض ولازال لم ينخرط تماما في العمل الدبلوماسي يعني أنا أعتقد في صواب الفكرة والتحليل الذي يذهب إلى أنه هذه تغريدات أولية لم تترجم إلى سياسات وبرامج عمل حقيقية وأن نصيحة دينيس روس وده طبعا يعني كان منصق عمليات السلام في الشرق الأوسط في فترة تاريخية ما وخبير في شأن المنطقة العربية والشرق الأوسط وهي أنه على الإدارة الأمريكية الجديدة وطبعا بتاخد رأي كل الأطراف دي كل مراكز البحث وشغالين في خدمة الإدارة الأمريكية وبغض النظر عن من هو الرئيس ديمقراطي أو جمهوري ويقدموا الإدفايس بتاعتهم استشاراتهم ونصائحهم بحيث أنه يحافظوا على المصلحة الأمريكية في المنطقة فمن هذا النهر دا لو تراجعت عن الاتفاق النووي معناه أن أنت بتخسر أطراف خمسة زاد واحد منهم أمريكا وفي أربع أطراف تانية في مواجهة إيران واستطاعت إيران أن تنجز إنجاز كبير جدا وأيضا أطراف الأخرى أنه أخضعوا البرنامج النووي أنه أصبح تحت السيطرة الدولية وبالتالي استطعت إيران أن تتحرك بهذا الإنجاز إلى الأمام النهر دا لو حصل تراجع يبقى المصالح الأمريكية حتدار وحيحصل ارتباك في المنطقة للمزيد من تشتت الأطراف وإنت عندك النهر دا السعودية لها أجندة في داخل السياسة الأمريكية وليها وأولويات فإنت لو نظرت للنظرة الكلية للأمر أنه دينيس روس إذا أردت أن تنجز من التصعيد مع إيران فتنجز على قضايا قد تتعلق به محاولة تقليم أظافر إيران في المنطقة كفعل دولي لكن دا تبقى للمصالح الأمريكية مش وجهة نظري دا تبقى لنصيح الدينيس روس أنا شايف الموضوع بطريقة مختلفة أنه الأمريكا يعني هي في مرحلة انسحاب دولي كبير فالإدارة الأمريكية لا تريد أن تنسحب كليا وتبدو كأنها استسلمت للطرف الدولي الآخر روسيا والصين فبتصير ملفين ملف الإيراني دي النظرة الاستراتيجية ملف الإيراني يبقى حاضر من أجل فيه بخاوف بشأنه من أجل تخويف السعودية دول الخليج بحيث أن هذه الدول تظل في حاجة إلى أمريكا وحماية أمريكية وتدفع تكاليف هذه الحماية في الطرف الآخر صين حتى دي رسالة لأسيا بحيث لا تنسحب تدريجيا لكن دا بيأكد أن أمريكا إلى إنسحاب انتهى الوقت أشكرا جزيلا شكر الدكتور جمال زهران أستاذ العلم السياسية في جامعة بورسعيد لحضورك هنا في السوديو وأيضا شكر لسيد مارتين مكلند خبير في الشؤون روسية الأوروبية كانت معنا مباشرة من لندن فاصل نفتح بعده مباشرة الملف الثاني في المسائح جديد مشاهدين موسكو تعلن أن رئيس حكومة الوفاق الوطنية الليبية فايز السراج سيزورها الشهر الجاري والنطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخروفا تصف اللواء خليفة حفتر بالشخصية المحورية فما هي أهداف الكريملين في ليبيا؟ وهل تتلاقى مع بقية اللاعبين هناك؟ ولا سيما أمريكا ترامب قراءة سياسية مع جراسيا بيطار هل تمارس موسكو سياسة الإقدام حيث فشلت واشنطن؟ لابد أن السؤال حاضر في كل الخطوات الروسية تجاه المنطقة سوريا خير مثال فأستانا كآخر محطة سورية سياسية كرست الدورة القطبية لموسكو في الشرق الأوسط وعليه لا شك أن سوريا حاضرة في الذهنية الروسية خلال توغلها السياسي في ليبيا فدماشق في الميزان الروسي للمنطقة تعد إنجازا في الميدان والسياسة ولا بأس بالتالي من مراكمة الإنجازات أو على الأقل ما هو كذلك في القاموس الروسي تشكل سوريا أو بالأحرى الحرب السورية بوابة روسيا لبقية أزمات المنطقة منها تراها تعبر حينا نحو الصراع العربي الإسرائيلي وحينا آخر نحو ليبيا درست المشهد الليبي ووجدت في قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ضلتها فطرحت نفسها وسيطا بين طرابلس وتبرق وهكذا شرعت في الاستعداد لاستقبال فائز السراج بعدما فتحت أبوابها سابقا لكل من حفتر وعقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي ومن هذا المنطلق ليس صدفة أن يأتي كلام ماريا زخاروفا بهذا الوضوح فتصف حفتر بالشخصية المحورية التي تتمتع بالتأثير الحقيقي على التوازن السياسي في ليبيا وليس تفصيلا أيضا أن ينسحب غزل الدبلوماسية الروسية على الجيش الليبي الذي يشكل أساسا للقوات المسلحة الليبية الموحدة وفق تعبيرها البعض يقول إن في ليبيا تحديدا يكمن الثأر الروسي من الغرب وتحديدا من دول الحلف الأطلسي قد يكون للثأر مكان ما في توجه الكراملان ولكنه بالتأكيد لا بد أن يكون ثأرا عقلانيا إذا جاز الوصف أي أنه لا يحذف من حساباته التعاون مع الولايات المتحدة تعاون قد تتوسع أفقه أكثر بوجود دونالد ترامب في البيت الأبيض محللون الروس يقاربون السياسة الخارجية لبلادهم في ليبيا على نحو التالي إنها محاولة لخلق أنظمة على غرار الجزائر ومصر بحيث يبقى الوضع الداخلي تحت السيطرة مع إقامة علاقات شخصية مع فلاديمير بوتين المفارقة أن حفتر مقرب من كل من روسيا ومصر التي تريان في عهد ترامب الفرصة الذهبية لحجز موقعهما في ليبيا إذا ما طلقت المصالح السياسية لكل منهما مع زبقية ترامب حول هذا الملف معنا هنا في السوديو الكاتب والباحث السياسي الليبي الأستاذ رجب معتوق أسعب الله أستاذ رجب وإذا ما بدأنا من ما عرضناه هل ما عرضه التقرير من المعلومات والتصريحات التي عرضناها تكفي للقول بأن الروس سوف يكون لهم دور فاعل ومحوري فيما يجري في ليبيا أتصور في ضل استعصاء الأزمة الليبية في الوقت الرهن قد يكون الدور الروسي يفتح كوة ولو صغيرة في هذه الأزمة باتجاه الوصول إلى صياق قد تقبل بها العديد من الأطراف ليست كل الأطراف ولكن العديد من الأطراف السياسية المتصارعة في ليبيا تتوقع تنجح روسيا في هذه المهمة؟ أعتقد أن الروس عبروا في أكثر من المناسبة بأنهم أصيبوا بخيبة أمل وبخدعة كبيرة نتيجة تجاوز تنفيذ قراري مجلس الأمن 1970-1973 في بداية الأزمة الليبية ويردون إعادة اعتبارهم؟ بدون شك وشعروا أنهم خدعوا في 73 هم عبروا عن ذلك أكثر من المسؤول يعني عبروا عن ذلك صراحة بأننا خدعنا وشعروا بأنه وقع إقصائهم من منطقة شمال أفريقيا بشكل نهايي بالتالي لم يبقى لهم في البحر المتوسط يعني سوى ساحل السوري يعني صغير المسافة أو قصير المسافة نسبيا فعودتهم إلى ليبيا بدون شك يعني هي منفذ للعودة إلى أولا شمال أفريقيا وإلى العمق الأفريقي يعني روسيا الآن تلعب في دور كبير جدا في السياسة الدولية طيب إذا كان الأوروبيين فشلوا طبعا طريق الأمم المتحدة والمفاوضات التي جرت في المغرب في السخيرات وغيرها إذا كانت الأوروبيين قوى دولية فشلت أيضا قوى أقليمية محلية عربية يعني أيضا فشلت كان هناك أكثر من وساطة لماذا ستنجح موسك؟ أولا إذا تحدثنا عن الحقيقة الدور العربي يعني الدور العربي الحقيقة كان دور يعني مأساوي بالنسبة للليبيين بدءا من الجامع العربية يعني الجامع العربية سلمت ليبيا على طبق من ذهب للنيتو يعني ما كان عدوان النيتو يعني يتم على ليبيا لمدة 8 أشهر متتالية لو لا موافقة الجامع العربية لأن الأمم المتحدة اشترطت في ذلك الوقت بأن تكون هناك موافقة عربية مسبقة وهذا اللي جرى تحصلت على الموافقة عبر الجامع العربية بضغط في ذلك الوقت من دول الخليج وخاصة قطر وبالتالي الدور العربي الحقيقة في ليبيا لا يحضر بأي تقى من الأطراف السياسية باستثناء الأطراف التي لها علاقة مباشرة مع هذه القوى سواء كان الأطراف التي تتبع لقطر أو التي تتبع لتركيا هذه نقطة مهمة إذا كانت أطراف داخل ليبيا هذا معروف تتبع لقوى إقليمية لديها مصالح متناقضة من المصالح الروسية طبعا لماذا ستستجيب لروسيا أنا سأوضح لك أيضا الغرب يعني الليبيين جبلوا على عدم تقى في الغرب بشمالا يعني وإن كانت هناك مصالح مشتركة وكانت هناك في السابق السفرات ومشاريع مشتركة ولكن يعني كانت في حدود ما يضمن المصالح الوطنية الليبية اليوم يعني صار فيه تجاوز لذلك يعني صار فيه احتلال مباشر لليبيا مقابل وجود جنود على الأرض الليبية إيطاليين فرنسيين في الجنوب الليبي تدخلات أمريكية بشكل مباشر بريطانية بشكل مباشر يعني هذا مزعج بالنسبة للليبيين يعني الليبيين لا يمكن أن نضحم جميعا في سلة واحدة ونقول أنهم هم يعني يقبلوا بكل ما يملأ عليهم من الغرب أو من أي طرف آخر الروس يعني الروس ليست هناك حالة عداء بين الليبيين والروس يعني الروس يعني في السابق كانت علاقاتهم مع الليبيا هل من السهل أو ببساطة أن يقدم الناتو وكل ما دفع من أموال عربية لإسقاط القذافي وخوض الحرب في ليبيا وكل هذه الضخ الإعلامي في ذلك إلى آخره كل هذه المتاعب والجهود التي بذلتها هذه القوى في نهاية المطاف تأول الأمور إلى روسيا والنفوذ إلى روسيا في ليبيا أنت عندك مثال واضح لهو سوريا يعني الغرب وأمريكا بالذات وأيضا الدول الإقليمية والدول العربية دفعت أموال طائلة من أجل إسقاط النظام في سوريا وفي النهاية بعد ست سنوات من الحرب المتواصلة تدخلت روسيا في السنة الأخيرة في الأزمة السورية وحققت نجاح باهر سيد رجب بسوريا في حكومة متماسكة قائمة منسجمة دعت روسيا لمساعدتها عسكريا ضد القوى المتطرفة بليبيا هناك قوى بالحكم ستكون ضد هذا التدخل وإن كانت هناك قوى بدون شك ستكون هناك قوى وهي موجودة ستكون ضد التدخل الروسي في ليبيا خاصة الجماعات الإسلاموية المسلحة في الغرب الليبي أو الجماعات المرتبطة بالغرب سواء كان إيطاليا أو فرنسا أو أمريكا أو بريطانيا سترفض تدخل الروس ولكن الروس ستتم دعوتهم عبر الحكومة الشرعية التي هي منبطقة عن البرلمان المعترف فيه أتصور إذا تدخل الروس طبعا المؤشرات تقول بأن زيارة المشير حفتر زيارة المشير حفتر أو مرتين زار روسيا زيارة رئيس البرلمان السيد عقيلة صارح لروسيا قد تكون أنتجت تفاهمات قد تكون سريعة نحن ممكن أن نرى طلب من الحكومة الليبية لروسيا للتدخل عسكريا في ليبيا ضد داعش والجماعات المتطرفة هذا ممكن؟ ممكن وإن كان ليس بالأمر المستعجل أنا أتصور أن روسيا اليوم هي نفسها غير مستعدة لأن تقوم بهذا الدور ولكن يمكنها أن تقوم بدور دور الوسيط السياسي بين القوى السياسية يعني أتصور زيارة سيد سراج لموسكو إن تمت يعني مثل ما شارت تقرير فهي تصب في هذا المضمون تصب في إطار الدور وساطة تقوم بها روسيا ما بين الأطراف الليبية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السخير يعني الإشارات الإيجابية التي جاءت من موسكو وآخرها كان عن طريق المتحدثة باسم الخارجية السيدة ماريز أخروفا أشارت إلى دور محوري للجنرال خليفة خليف حفتر هذا ما دلالته بتقديرك وألن يثير حفيظة الآخرين أو عداء الآخرين تجاه موسكو ودورها في ليبيا؟ هو أتار الحقيقة بعد زيارة المشير حفتر مباشرة إلى موسكو أعلن كم مسؤول أوروبي بما فيه مطليان أعلنوا بشكل مباشر في التصريحات معلنة يعني استياءهم من هذا التقارب الروسي الليبي وعودة روسيا إلى شمال أفريقيا يعني هذا أعلنوا في كم من مرة ولكن هذا يعني لا يغير من الأمر شيء يعني طالما أن روسيا دولة كبرى واليوم يعني روسيا صار لها دور يعني استراتيجي يعني في العلاقات الدولية أكثر مما كانت عليها في السابق بالتالي يمكن أن تقوم بدور في ليبيا مثلها مثل بقية الآخرين يعني لماذا نحن نقبل بأن يكون لفرنسا دور والإيطاليا دور وبريطانيا وأمريكا والأمم المتحدة وغيرها من القوى ونحجب ذلك عن الروس الروس قوة يعني عظمى لها مصالحة وليبيا أيضا تستفيد يعني الليبيا لها مصالحة مع الروس وروسيا لها مصالحة في ليبيا وبالتالي هذا الدور حتماً سيكون إيجابي إذا نجحت فيه أنا لا أتوقع أن روسيا يعني راح تنجح بكرة في حل حالة الأزمة الليبية ولكن على الأقل ربما تضع القطار على السكة بحيث أنه يعني تسرع من حل حالة الأزمة ويعني التنفيذ هذا الاستعصاء اللي صاير في الأزمة الليبية أستاذ رجب معتوق الكاتب والبحث السياسي الليبي أشكر حضورك هنا في الاستوديو ومشاهدين المسائية مع ختام هذا الملف انتهت في ختامها تذكير بعناوين ملفات الليلة توتر عسكري في شرق أوكرانيا هل هو ضغط على روسيا للتنازل في ملفات أخرى أم هو اختبار للعلاقة بين موسكو وترامب ترامب يحذر إيران من اللعب بالنار وتهران ترد بمنع رياضيين أمريكيين من دخول البلاد فما هي الخيارات الأمريكية روسيا تعمل على جمع الأطراف السياسية في ليبيا فهل تنجح حيث أخفق الآخرون لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والإسبانية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة